الاتحاد أوروبي اللي كنا بنلعب ضده مبارح الحقيقة يعني لا بصي يعني من الناحية اللي انت أو من الزاوية اللي انت بتتكلم عنها من ناحية ان فيه مكتسبات بطبيعة الحال فيه مكتسبات يعني يكفي بس الشفت اللي احنا شفناه من أداء غير مرضي وخطة غير موجودة إلى أداء أكتر من رائع وخطة موجودة وروحل وكله مع شيء من التحفوزات لكن دي بقى هي دي بقى الروح بقى اللي احنا متعودين عليها من لعيبة منتخبنا وعلى فكرة ده اللي خلى من مبارح يعني معاها آخر يعني ركلة جزاء فيه مباراة الأمس لغاية ما احنا عادين مع حضراتكم على الهوا دلوقتي كل التعليقات اللي كل الناس كانت بها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كلها ماشية في سكة عاش يا رجالة كنتوا قدوا المسئولية يعني اللي عايزين يقولون ما فيش لوم على اللعيبة فيه أداء مرضي وده اللي كنا بنقوله من قبل كده على فكرة فيه فترة من فتراتنا أنت نفسك كنت بتحاول تفرملي كأفتي إلا أنا كنت بزروت بها الدنيا على كيروس وتحفوزاتي والمراكز العجيبة اللي بيحط كل واحد في مركز غير مركزه وكل الكلام اللي تقال للأمانة لا حصل شفت كبير طبعا يعني حصل شفت كبير وده شيء يحسب لي بطبيعة الحياة لكن لما كنا متعكتنين مواقنوا عشان شايفين ان فيه حاجات فيها شبه التأصير لكن لما تلاقي ان الناس عملت اللي عليها كسبتي بقى ما كسبتيش ده حاجات بتاعت ربنا يعني السعاداء ومتحدين هي دي النقطة فإن شاء الله معلش اللي جاي قلت القدم ما فيهاش يعني ما لهاش كبير وفي نفس الوقت ما فيهاش حاجة مضمونة فإنت شفت منتخبات تقيلة جدا ما تأهلتش ومنتخبات ما كانتش فرصة كبيرة وتأهلت يعني ما فيهش أي مشكلة المهم ان انت بتشوف المنتخب أو الفريق اللي انت بتشجعه أو بتنتمي ليه بيعمل اللي عليه في الأرض هو ده أعتقد الأداء أو بيكون الشيء المرضي للجماهير كلها فمعلش اللي جاي إن شاء الله أحسن ويعني ولسه أكيد